أهم إجراء هو دائماً بخفض سعر صرف العملة المحلية هو لتشجيع الصناعات المحلية ولتشجيع زيادة التشغيل في البلد وبنفس الوقت زيادة التصدير إلى الخارج والتصدير يؤدي إلى مجيء العملة الأجنبية إلى الداخل فالأساس هو عبارة عن زيادة الصادرات ومجيء عملة إلى الداخل وتكوين الناتج المحلي وإنتاج سلع بديلة في الداخل بدل أن الآن العراق يستورد بحدود 20 مليار دولار من سلع استيلاكية غير النفط والغاز بحدود 4 مليار دولار هذه السلع ممكن أن ينتجها العراق بأسعار أقل مما هي تستورد من الخارج بذلك تشغل الصناعة المحلية تزيد الناتج المحلي تزيد تشغيل الأيد العاملة وتقلل البطالة هذا هو الهدف الأساسي دائما من تغيير سعر صرف العملة وانخفاضها أما في العراق إلى هذه الفترة لم تحصل أي من هذه النتائج الأساسية تطبيق تشغيل الأساسية التي سأتكون بها ف التي يحتاجة أعطى تماكن تنافسكين اشتركوا في القناة